وفقا لنصوص دينية في التوراة ستظهر بقرة حمراء دون أي شعرة من لون آخر لم تحمل ولم تستخدم بأي نوع من الخدمات وعندما تبلغ العامين يجب ذبحها ثم حرقها بطقوس معقدة واستخدام الرماد المتبقي لتطهير الشعب اليهودي ووفقا لمجموعات الهيكل المتطرفة سيتمكن مئات آلاف اليهود المتطرفين حينها من اقتحام المسجد الأقصى وكانت إسرائيل قد جلبت البقارات الخمس من ولاية تكساس الأمريكية في شهر أكتوبر 22 من العام 2022 حيث خضعت لعناية مكثفة على مدار الساعة Here are the red heifers that landed at Israel's Ben-Gurion Airport rabbis believed the ashes of a red heifer are necessary for purifying priests to serve in a future temple the heifers were discovered and brought to Israel with the help of the Boney Israel Building Israel organization and its team leader Byron Stinson rabbis from the Temple Mount Institute approached Stinson about the unique cattle وتجدر الإشارة إلى أن الموعد لعملية ذبح البقرة الحمراء هو الثاني من نيسان العبري والذي يصادف العاشرة من إبريل نيسان الميلادي للعام الحالي 2024 والذي يتوقع أن يتزامن مع عيد الفطر لدى المسلمين عادت قصة البقرات الحمراء للظهور على الساحة من جديد بعد أن تبين أن هناك تحركات تقوم بها جماعات المعبد المتطرفة لتنفيذ طقوس التطهير الخاصة بذبح البقرات الحمراء وتأتي هذه التحضيرات في الظل وبهدوء ودون ضجة إعلامية بنفس الطريقة التي دأبت عليها هذه الجماعات في الفترة التي أعقبت معركة سيف القدس عام 2021 الجماعات المتطرفة للمعبد اليهودي ستحاول بكل قوتها تنفيذ طقوس ذبح القرابين الحيوانية في المسجد الأقصى هذا العام أكثر من الأعوام الماضية القناة الثانية عشر الإسرائيلية أعلنت قبل بدء الحرب الحالية بشهرين ونصف عن استقدام خمس بقرات حمراء تم إنتاجها بالهندسة الجينية في ولاية تكساس الأمريكية إلى مزرعة سرية خاصة في الأراضي المحتلة استعدادا لإجراء طقوس ذبحها وحرقها واستخدام رمادها لتطهير اليهود والسماح لهم بالتالي بحرية الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك وإلغاء فتوى تحريم دخول اليهود إلى المسجد التي تتبناها الحاخامية الكبرى لدولة الاحتلال نظرا لوجود نجاسة موتى التي تمنع اليهود من الدخول للمكان حسب العقيدة اليهودية البقرات الخمس بلغت سنة الثانية في شهر يناير كانون الثاني الماضي من هذا العام وبالرغم من أن التلمود يذكر أن البقرة لا بد أن تكون في الثالثة من عمرها لتكون مناسبة للذبح وإجراء الطقوس فإن تفسير حاخامات جماعات المعبد لهذه العبارة جاء على أساس أنها يجب أن تكون قد دخلت في السنة الثالثة من عمرها وليس أن تكون قد أتمتها أي أن المفترض أن تكون قد أتمت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة ولا مشكلة في سنها بعد ذلك مهما كبرت إن تم تأخير العملية عيد الفطر سيكون يوم الثاني من نيسان العبري عشر أربعة أظن عشر أربعة بالميلادي لكنه سيكون يوم الثاني من نيسان الثاني من نيسان ما أهميته شوف هذا الموضوع لم يعلن بعد ولكن يتم متابعته عند مجموعاتهم وعند صفحاتهم الخاصة وفي الشوارع حتى في داخل مدينة القدس هذا اليوم يفترض حسب الشريعة التلمودية حسب التلمود أنه هو اليوم الذي يفترض أن تذبح فيه البقرة الحمراء لتطهير الشعب اليهودي والسماح له بدخول منطقة المعبد اللي هي المسجد أكثر وبناء على هذا فإن وقت ذبح البقرة الحمراء قد حان ابتداء من هذا العام ويمكن أن تجري الطقوس في أي وقت ابتداء من نهاية شهر يناير كان الثاني الماضي لكن الجديد الذي ينبغي التنبيه له هذه المرة أن البقرة حسب ما تبين في الشريعة اليهودية ينبغي أن تذبح في يوم محدد من العام وليس في أي وقت من السنة ولدى فحص التحركات غير الطبيعية التي تتم على مستوى جماعات المعبد المتطرفة بهذا الصدد تبين أن التاريخ المدون في التلمود والذي تسعى هذه الجماعات لتطبيق عملية الذبح والإحراق والتطهير فيه هو يوم الثاني من شهر إبريل نيسان العبري وفي هذا العام سيكون هذا التاريخ موافقا ليوم العاشر من شهر إبريل نيسان القادم والذي سيصادف يوم عيد الفطر المبارك لدى المسلمين وهذا الأمر ينقل المواجهة في هذا الأمر إلى مستوى جديد تماماً السبب في تحديد يوم الثاني من إبريل نيسان العبري موعداً لإجراء عملية التطهير بذبح البقرات الحمراء حسب شريعة التلمود هو أن موسى عليه السلام حسب ما ورد في التلمود ذبح أول بقرة حمراء في التاريخ اليهودي في ذلك اليوم وتمت عمليات ذبح البقرات الحمراء بعد ذلك ثماني مرات فقط في نفس الموعد بمجموع تسع مرات كان آخرها في عهد ما يسمى المعبد الثاني لتكون هذه المرة هي العاشرة عبر التاريخ اليهودي كله فهل سيفعلها حاخامات إسرائيل وينقلون المواجهة إلى أخطر ما يكون؟